موسيقى بدعوة من نقابة المعلمين ينفذ قطع المعلمين ظهر اليوم الاثنين اعتصاما أمام ديوان الخدمة المدنية احتجاجا على التعديلات المكترحة على نظام الخدمة المدنية التي أقرتها الحكومة ورفعت إلى جلالة الملك وهي حتى اللحظة لم توشح بالإرادة الملكية السامية وسائل الإعلام أشبعت موضوع التعديلات محور الحديث بحثا ونقاشا لكن خطوة النقابة في الاعتصام تحتاج إلى بحث مختلف ما هي سقف المطالب وهل يمكن الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين المعلمين والحكومة وهل هناك خطوات أخرى والمزيد من الأسئلة نستضيف للإجابة عليها الناطق الإعلامي باسم النقابة دكتور أحمد الحجاية دكتور أحمد صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بك يعني ملاحظاتكم قبل الحديث عن الاعتصام على النظام الجديد صباح الخير إليك مرة ثانية وإليك لجميع المشاهدين الكرام صراحة دول الخير المدنية وأنظمة والتعديلات المقترحة عليه نعاني منها منذ 2014 وقدمنا لأكثر من مرة احتجاجنا وقدمنا أيضا مقترحات وتعديلات على كل ما يقدم وحاولنا أن نكون شركاء حقيقيين حول ما يقع على هذه الشريحة وهي أكبر شريحة من القطاع العام المعلمين حيث نشكل حوالي 50% من مجموعة القطاع العام من المعلمين وبالتالي قد يسأل سأل لماذا نقابة المعلمين تتصدر لهذا الموضوع عن جميع موظفي القطاع العام لأننا نحن أكثر شريحة يقع عليها مثل هذا الكادر الأكبر أبرز النقاط التي عليها اختبئة صراحة في الملاحظات السابقة كانت تتعلق في حوالي في موضوع حرية الكلمة الرأي التعبير الإلكتروني الاعتصام الاحتجاج وقدمنا فيها ملاحظات كذلك حملية تخفيض من الحوافز التي كانت تعطى للموظف الذي يقدم بحث علمي بدل ما يزيده نقصه قدمنا احتجاجنا عليها ثم كانت قاسمة الظهر بالنسبة لنظام الخدم المدني وهو ما يسمى بالمنحنة الطبيعي وهو غير طبيعي الذي يصنف إلى خمس سرائح الموظفين ما بين ممتاز وجيد جدا وجيد ومتوسط وضعيف نظام التقييم الجديد للتقارير السنوية تحت هذا المسمى صراحة هذا النظام هو نظام أعرج وحزيل ولم يكن هناك فيه أخذ للتغذية الراجعة الحقيقية وحديث وحوار ونقاش حوله من الشرائح التي يقع عليها مثل هذا الأمر تحدثنا في رؤية وفي هذا الصباح مطولا في هذا الموضوع وفي هذا موضوع تقييم الموظفين في القطاع العام وكان فيه تأكيدات كبيرة من دكتور خلف هميسات على أنه هناك سيكون فيه موضوعية وفي تسلسل إداري في عملية التقييم ما هي الشكوك النقابة والمعلمين في هذا النظام؟ أكيد هو يعني مدام هو الذي أنشأ هذا النظام أو رشحه إلى المجلس الوزراء ولن يحاول أن يظهر عيوبه لكن نحن في الميدان خبرتنا الطويلة نعلم ونعرف وندرك أنه هذا النظام الجديد هو سيكون كارثة على موظفي القطاع العام وقبل البدء بتطبيقه اكتشفنا عيوبه؟ واضحة هي أحكام مسبقة على الموظف أنت محكم عليك مسبقاً ماذا سيكون في مؤسسك تقريرك؟ الآن لما يقول 10% ممتاز فقط فإذن الباقي ستنزل فيدرك المعلم أو الموظف بشكل عام يقتل الإبداع يقتل الحوافز عنده يقتل الإبداع اللي لازم يكون عنده بس يعرف أنه بس 10% علماً بأنه حتى الذي يتحصر على 10% ما يلو أي مكافأة ما يلو أي تمييز ما يلو أي شيء منقابل هذا الشيء فبالتالي هو سيبحث عن عمل آخر هو لا يدخل فيه هذه المعركة أو هذه المعمعة كذلك 2% من ضعيف من القطاع العام يعني 8000 موظف بعد سنتين من يتحصل على متوسط وضعيف أو متضعيف وضعيف اللي سنتين متتعليتين سيطرد على رأي وزير الدولة الناطق باسم الدولة الدكتور محمد المومد دكتور أحمد يعني فعلياً وجهة نظر يعني تستحق الوقوف عندها الذي تفضلت به ودراستها هل خاطبتم الديوان قبل تنظيم هذا الأتصام أو تحديد يوم الأتصام؟ نعم نحن خاطبنا قبل هالمرة في المطرحات السابقة وقدمنا التعديلات كاملة مكتوبة مطبوعة واشتغلنا على مدى حوالي ثلاث أسابيع لجان مختصة من الميدان قدمنا ورؤيتنا في أن هذه التعديلات هي تعديلات يعني يعتورها النقص وهي فيها ظلم للموظف العام والموظف العام هو يعتبر ابن الدولة وهو الجيش الثاني كما نطق عنه جلالة الملك ووصفه وبالتالي لا يمكن أن يكون فيه غير مأمن وظيفي لأنه يكون مأمن معيشي ثم بعد ذلك كمان قاطبنا رئيس ديون أخدماني والتقيتنا وياه في أحد الحلقات وعبر بغضب يعني وجهة نظر يعني كانت النظرة فيها شيء من التعسف والقسرية وعدم تقبل الرأي الآخر والطرف الآخر واتهاموا حتى باتهامات يعني مثلنا اتهمنا باتهامات غير منطقية مجرد أن أبدأنا ريانا في هذا الموضوع نعم لكن دكتور أحمد يعني أنا وأنت نتفق أن هناك يجب أن يكون هناك نظام لتقييم أليس بذلك وهو موجود النظام موجود منذ سنوات حتى المعايير يتحدث عنه موجود وهل هو فعال هذا النظام هل كان فعال هنا المشكلة المشكلة فيه هذا التفعيل بالطريقة يجب الطريقة العادلة الموظف لن يعني يكترث في أمر التقييم إذا كان التقييم ناجح وعادل كذلك من الذي يقع عليهم التقييم هم الناس الموظفين اللي قطاع عامل اللي تآكلت رواتوب هم الناس اللي ما أخذوا زوائد وزيادات من كم سنة الناس اللي هم يعني الكادحين من اللي بيروح لدوان الخدمة المدنية بتعين أبناء الذوات وأبناء المسؤولين الكبار للأسف الشديد فهؤلاء هم يبدون الحلقة الأضعف لاتجه إليها دوان الخدمة المدنية ورشح هذه التعديلات هذا الصراحة فيه ظلم كبير لأنه سيرمى بموظفين ومعلمين منهم وخاصة الشريحة الأكبر في الشارع هم وعائلاتهم وأولادهم هذا القنابل موقوط ستصبح ناقمة على المجتمع وين البعد الاجتماعي وين البعد الإنساني وين البعد الوطني الأمر المجتمع والسلم الاجتماعي يعني هم يذهبوا إلى أقصر الطرق إلى التقليل من موظف العام من عدد الموظفين في القطاع العام تحت ملاءات يبدونها غير حتى أردنية من خاطبتم من الجهات الرسمية غير دوان الخدمة؟ خاطبنا الجهات المسؤولية رئيس الحكومة ووضعنا هذا الأمر بين يدي رئيس الحكومة في لقائنا لقبل كم شهر وضمن ست مطالب منهم تعديلات دوان الخدمة المدنية وكان هناك لجنة مشكلة من أجل مناقشة هذا الأمر ثم فوجئنا بالتسويف المقرم ولا يتم في ملفين رئيسيين مهمين لم يتم إهمالهم من قبل الحكومة بعد لقائنا مع رئيس الحكومة قبل شهور اللي هو ملف تعديلات دوان الخدمة المدنية وملف التأمين الصحي ولذلك عندنا قضايا عديدة لكن اليوم مقفتنا الساعة ثنتين في ضيحة الأقصى أمام دوان الخدمة المدنية من أجل تعديلات دوان الخدمة المدنية لكن لدينا أربع ملفات مهمة ستطرح أمام رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين في أول لقاء سنعود إلى الأتصام والأربع ملفات لكن مجلس النواب أين هو من ماذا يحدث؟ مجلس النواب كذلك تم خاطبته قبل أيام وهم للأسف ما خاطبونا بالرد المبارح وقالوا إحنا ممكن نلتقي معكم اليوم إحنا قلنا للأسف اليوم لا نستطيع عندنا وقف احتجاجية أما بعدها قلوبنا مفتوحة للحوار والنقاش لكن مجلس النواب أيضا يحتاج من الساعدة يبدو نعم طيب إلى باقي المطالب الأربعة التي ذكرت دكتور منقليل ما هي؟ نعم عندنا قضايا تربوية عديدة ملف يعني بقي يجي واحد في وزارة التربية والتعليم خاصة نحن عنواننا هو التشاركي مع وزارة التربية والتعليم وعدب الدخول في صدام لكن إذا هذه الملفات و هذه القضايا لم تحل إحنا سيكون يعني ألنا كلام في هذا الموضوع عندنا موضوع اللي هو تعديلات ديونخ المدنية لحدها تقانا عندنا الملفة التأمين الصحي وهو الزواجية التأمين بين الموظفين وهذا كل ما تحدثنا فيه مع الحكومة مع وزير الصحة مع الجهات المسؤولة يقول أنه مطلبك عادل وهو منصف ما هي الإزدواجية؟ يعني الموظفين الثنين لما يكون هو موظف وزوجته موظفة يخصم عليهم شهريا ابتطاع شهري من رواتبهم لكن المعالجة هي بمقدار معالجة شخص واحد إحنا طلبنا تجويد رفع هذه الخدمة بمقدار المبلغ الذي يدفع يعني الذي زوجته موظفة والذي زوجته غير موظفة الثنين بتعالجوا بنفس الخدمة وبنفس المستوى وهذا غير عادل للموظف هو ما يعني بيطالب أنه بما أنه يدفع أكثر من الموظف الثاني وهو زوجته يجب يعني أقل شيء أن ترفع وتجود الخدمة وهذا الخطأ قديم وهذا قديم لكنه يبدو أن الدولة ما بتحب يعني من مواردها المارية تخسر شيء مهما كان حتى وأن كان موظف وموظف قطعان كما لا تنسى أنه ثمان سنوات نحن لم يتعلوات وتآكلت الرواتب وارتفعت الأسعار والآن أصبحت كذلك ضرائب مركبة وبدل ما يزيد الراتب سيرينقوس الآن الراتب الموظف وبعد ذلك الآن جاء تهديد على أمنه الوظيفي وأمنه المعيشي وأولاده هذا الذي تعين في الحكومة هو من الذي يعينه عن طريق من تعينه عن طريق دول الخدمة المدنية وقدم شهاداته وخلص وقدم أموره وانت عينته وبعد سنة أو سنتين بتحكم عني أنه ضعيف وتفنشه وتروحه وتطرده كما قال الناطق باسم الدولة ليش عينته من أصل لها وين المقابلات اللي عملتها وين الاختبارات وين المتحنات وين التأهيل وين التطوير وين الملايين يقعد تدفع على التطوير والتأهيل والتدريب هذه وين أثرها لماذا هذا الموظف قبل ما تعينه تفحصه وإذا بعد ما عينته ليش ما طورته ليش ما جخصه الاستثمار في الموظف الاستثمار في الموظف ثم بعد ذلك تزوج وإله عائلة والسدان من البنوك فالآن أنت بجرد برأي رئيس مباشر مجرد قد يكون قذب منه هيك موقف شخصي وكتب له ضعيف ثم كتب له ضعيف أو متوسط للسنة اللي بعدها وإلا هو مربع في الشارع هذا أنا يذهب هذا الذي يولد الجريمة وهذا الذي يولد الإرهاب وهذا الذي يولد التطرف وهذا الذي يولد النقمة على المجتمع وعلى نفسه وهو وأولاده وكل من يحبه وكل من هو حوله سيغضب من هذا الأمر نحن ننظر إلى الأمر وليس من بعد مادة فقط هو بعد اجتماعي و بعد أمني و بعد اقتصادي و بعد وطني يجب على المسؤول أن يكون قراراته وطنية قبل ما أن تكون هي قرارات أرقام مجردة فمثلما هو تعامل مع الإنسان في الديوان الخدمة المدنية هو مجرد رقم وبعث فيه إلى القتال الحكومي ثم بعد ذلك الآن يحاسبوا على أنه هو مجرد رقم الإنسان الأردني مش رقم المواطن الأردني هو قام في هذا الوطن وهو يدفع ويضحي وحافظ على هذا الوطن الشعب الأردني حافظ على الشعب الأردني في الظروف الحالك والظروف الصعبة رقم كل الذي حصل وماله على أنفسهم حتى يقع هذه المنف الرابع والأخير نعم بشكل سريع الضمان الاجتماعي صراحة الكل سمع بما يدور حول الأموار الضمان الاجتماعي ونحن نشكل حوالي 30% أموالنا في الضمان الاجتماعي أما ما يسمى بهذا الاستثمار وهذه القرارات التي تدور حول صندوق الاستثمار وتتفرد فيها عن أموال الضمان الاجتماعي نحن نحذر من الخطر الدهم على الضمان الاجتماعي وستكون لنا كلمة وسيكون لنا موقف وكل الخيارات مفتوحة أمامنا فقط إشارة إلى أهمية الضمان الاجتماع بدون أي مطالب في هذا لا لا اليوم بس إشارة غير عدم التغيير يعني على نظام بالزبط عدم يعني الخطر نعم يعني نتمنى أن يكون هناك تسويات بينكم وبين الحكومة وإن شاء الله أنه يعني نوصل لحل وسط ربما نتمنى أنه للأسف دائما توجهات سليم التنفيذ سيء بالزرق في هذه الحكومة للأسف والتنفيذ يتم بطريقة خاطئة أريد أن أشكرك دكتور أحمد أشكرك الحجاية الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين شكرا جزيلا لوجودك معنا أهلا وسهلا فيك أشكرك